شو ما بدأ لكلاسز وليش في شيء اسمه كلاسز ليش البايثون مثل غيرة من اللغات اللي هني يعتبروا هاي هني شو الفايدة من النهودي اول شيء حتى نقرأ طبعا لكلاسز الكلاسز هو انا شي بعرفه لبروتوطايب يعني هو نموذج انا بعمله لأبجيكت معين هيدا الأبجيكت بديه يحمل عدة براميترز فأنا بيجي هودي البراميترز كلهم ممكن يكونوا فانكشنز ليهني بيجي بجمعن بقلب شيء اسمه كلاسز هيدا الكلاس صارت تحتوي على كل هودي البراميترز فبعدان بقلب البروغرام بقلب المين بروغرام لما بدي ايجي بدي ايجي اعمل الرفير لهودي البراميترز انا قرادة معرفهم بقلب الكلاس فمجرد ما انه عيطت لكلاس متل كأنه انا عيطت لكل هودي البراميترز حتى اعطي هيك مسلا تشبيهي صغير اه فطرتو بقلب المدرسة كل مدرسة في بقلبها كلاس يعتبر مش هيك كل كلاس في بقلبها التلاميذ اللوح اللي هني يعني كل صف في بقلبه هو البراميترز اللي هني التلاميذ المبعب اللوح الطاولات هالقصص هيدا كلها لما بدي ايجي عيط لحدا من هدا من هالكلاس انا بقول بدي الصف الفلانة بدي منه فلان اوكي هدا كتشبيه للموضوع هلأ رح اعطيكم اه كمان ليش بقلب الكودنج نحنا نستعمل مبدأ الكلاس هدا اول شي الكود الكاتبه هدا من دون الكلاس شوفوا لاحظوا هون شو عاملين نحن هدا كله مكتوب بقلب المين يعني عرفنا اسمه عطيناه كات ويت كات مش عارف شو كل هودة كلهم متعلقين بشي اسمه كات بس كل واحدة لحال انا معرفة رجع كمان كل هودة كل واحدة لحال ما خصم ببعض هودة بس انه انا سميتهم كزا جا اتعرفت فانكشن اسمه كول ماي كات لك انه عم بدي عايط له اه بعطت له عطيته البراميتر اللي هو كات نايم عم ببعط له الاسم ليش حتى افحص هون اذا كات نايم هي نايم الكات اللي انا عم بعيط له اللي هي معرفة انا فوق بوسي مسلا هم سمعينها بيعمل لها كولينج اه لهادي الكات ازا منا ها ازا منا هادا الاسم عم بيقول لها نفس الشيء للدوغ طيب هلا لما يجي اعمل له اكزيكيوشن لهذا الهدا الكود رح يعطيني هودة اه ليش اول شيء عطاني لانه صح هدا هو الاسم هون تاني شيء عطاني ليش لانه اه 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 هوني عامل اروا انا اقل 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 دوغ هلا هو اصدا عاملها حتى تطلع للالس اوكي نستعمل كات نايم لو مستعمل دوغ نايم كان طلع صح وكان عطاني اسم دوغ طيب هلا الفكرة من هون انه انا اطريت اعمل كزا واحدة ما خصهم ببعض ما قلنهم علاقة ببعض حتى اجي اكتب هدا البروغرام حتى زبطه طب انا بلاحظ هون انه هودة كلهم قلنهم علاقة ببعض وهذا الى علاقة بهود الكات بالاسم الكات فانا هودة بيجي بجمعهم مع بعض بقلب كلاس بسمية كات عندها كات نايم كات ويت كات كولور كزا وعندها هدا الفنكشن هودة انا بسميهم براميترز لهدي الكلاس صاروا كلهم مجموعين بقلب كلاس فصلتهم يعني هي مش حرفيا فصلتهم بس انا نوعا ما زحتهم من البروغرام حطيتهم بقلب هدي الكلاس هدي الكلاس وقت اللي بدي اياها بعيط له هلأ منشوف كيف نحنا منعيط الكلاس هي منخلق اوبجك من هدا الكلاس اوكي وبيستعمل البراميترز اللي بدي يوح حتى نرجع لهون يعني بعض النقاط اللي متعلقة بموضوع الكلاس عنا كيوورد اسمه كلاس هدا من خلاله اعنا بعرف كلاس اتريبيوتز او البروغراميط بلونج لأكلاس عابوقول انو البروغراميط موجودين بقلب الكلاس هلا منشوفهم نسموهم اتريبيوتز 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 are always public and they can be accessed using the dot ليش public؟ بلغات البرمجة التانية ممكن انا اعرف شغلي private ممكن اعرفها public private يعني ما بخلي يكون فيه اكسس عليا حلق بعالم البيثون ما عنا هدا الشي عنا يوهن always public يعني انا بقدر اعملهم اكسس من وينما كان هدي رح يبين معنا خلال تطبيقات على الكلاس اكتر شو هدا الموضوع خاصة اللي ما عنده خلفية برمجة يعني ما يكتر يشغل بالو بالموضوع لانه كله خلاص public ما فيه شي اسمه private هون عم بقلنا يعني انا عندي براميتر معين بدي اعمل له اكسس كيف بعمل له اكسس؟ هدا object نحنا عرفينه هلق ناخد اكسامبل في عنده اتريبيوت معين حتى اعمل له اكسس بدي استعمل الobject الاساسي dot my attribute هو الاتريبيوت اللي بدي ايها هكي تتعرف الكلاس هون ككتابة code class class name class اللي هي keyword حط الاسم اللي بدي ايها وبقلبها هي نشوف الاندنتيشن هو كل شي بقلبها صار بلني حط الاتريبيوت اللي بدي ايها هون عنا اه عنا كلاس اسمه هون بلشنا نحط الاتريبيوت تبعه اتريبيوت وان حطينا يعني هدي اسمه اتريبيوت وان اوكي اعطيناها هدي الفاليو هدي طبعا لانه بين سمينا اعطينا الاسمه مامل اتريبيوت تو كمان هي دوك هون عرفنا اه متود اه فانكشن يعني بس احنا بلغة بايثن اتفقنا انه نسمي الفانكشن نسميهم مش فانكشن اه فانكشن شو بتعمل حلق بنحكي عن هدي السلف بس بتطبع الاتريبيوت وان واتريبيوت تو اوكي حلق الشي المشترك بقلب الكلاس الوحدة اه لما اعرف الكلاس انه دايما حيالله فانكشن بدي اعرفها لازم اعطيها هيدا البراميتر اللي اسمه سلف سلف انه هو كيف بدي كيف شو معناته فعليا السلف هو متل عم بقول انا عم ضل على حالي يعني كل شي هون بقلب هيدا هو متعلق بهدي الكلاس سلف هو متعلق بالكلاس هي زيتا يعني عم بيضل على حاله هيدا بقلب الكلاس كل الفانكشن بتتعرف بقلب الكلاس بقلب الكلاس لازم حط الله براميتر اللي هو سلف هيدا لازم يكون موجود ولا بيعطي ارار اه مقصان هان مش مستعمله بس عفوا بلا مستعمله بي اه بهان بالاتريبيوت اه شو معناته هيدا هان انا عم بدله على البراميتر اللي اسمه التي هي موجودة بقلب الكلاس يعني عم بقلب السلف يعني الكلاس اللي كلاس الأنفية خد لي dot عم بعمل call ل attribute اللي هو attribute one لكن هادي بنستعملها دايما حتى نعمل access على الattributes الموجودين بقلب الكلاس الoutput الطبيعي رح يكون هون المين بروغرام نحن حطيناه شو عملنا عرفنا object نوع dog ما هو كلاس اسمه dog حتى عرف object يعني حتى اخلق object من هدي الكلاس حتى استعملها لهدي الكلاس بالأحرى بدي عرف هون مثلا سميناها equal dog dog مع اتنين بارانتز يعني انا هون عم بقل له انه هادي الvariable اللي اسمها roger هي dog اوكي ان شاء الله تكون واضحة كفكرة هون صارت roger هي عبارة عن object بيحمل كل هادي الattributes اللي اسمه ليش لانه عرفت انا اوكي اوكي حالا لما بدي اجي اعمل اكسس لحي الله attribute موجودين بقلب هادي الكلاس فبيكفي انا اقول له roger اللي هو object اللي انا خلقته صار عنده كل الاتributes الموجودين بقلب الكلاس فبيجب له roger.attribute1 هون بقدر بقدر اعمل اكسس على الاتribute1 ليش لانه هو object of type dog اوكي متل ما انه هو صار عنده كل هادي الاتributes roger.fun كمان هادي الفن هي function موجودة بقلب الكلاس فانا عندي اكسس عليها من خلال هادا الابجيت الاتبت شو رح يكون بما انه نحن عمل function شغلتها انه تطبع هادي استطران فأود أود البرينت. هون اول برينت احنا عطينا. طبع امام اللاش لانه الممل هي الاتريبيوت وان. اما هون الفن. شو بتاع ما تطبع لي هاضي الشغلتان. ايم امامل ايم ادوك. اوكي. اه واضحة هاد الفكرة. طيب. هون حتى نحكي عن السلف شو هي السلف اللي استعملناها قبل شوي. ازا حدا كمان عنده خلفية اه برمجة بالس بلاس بلاس بالجافا او هي للغة التانية في شيء في كمان اسمها ديس. ديس هي اه متل ما قلنا قبل شوي انه هي بتضل على او الفنكشن اللي انا موجود فيها حاليا. يعني عم بقول يعني مطرح ما انا بقدر اعمل على المطرح ما انا موجود. الكلاس مسلا الانيفية بعمل على الاتريبيوتس اللي موجودين بقلب هذي الكلاس من خلال هيدا الكيورد. نحنا بالبيتون نستعمل ما نستعمل اوكي. في عنا كمان اه متود اساسية بقلب العلم الكلاسات اللي هي الانت. هاو دي اللي انتم شايفين هون هاو دي يعني هي موجودة بالاساس هادا الانت اه مثل مثل الكونستروكتر بالسي بلس بلس والجافا كمان ازا حدا عنده خلفية اه برمجة بيعرف شو هو الكونستروكتر هاي شو شغلتها هاي دي هادا الفونكشن اه هي الفونكشن الاساسية اللي بينعملها كل بشكل مباشر لما انا اجي اعرف اوبجيكت اوف طايب ديسك اي هادا الكلاس يعني لما عم بيجي اعرف هيا الله اوبجيكت اوف طايب بيرسن مثل هوني مسلا مباشرة هادا الكلاس بينعملها كل من دوم ما انا اجي اعملها كل لانه هادا هي اسمها الكونستروكتر هاي هي البناء الاساسي لهادا الكلاس فانا كل شي بدي اياي يكون عم بينعمل بشكل مباشر بشكل طلقائي اول ما اعرف هادا الفونكشن بحطه بقلب هادا الفونكشن العفا بدي كل شي يكون عم بينعمل بشكل طلقائي اول ما اعرف الابجيكت اوف ديس كلاس بحطهم بقلب هادا الفونكشن اللي اسمها الانت كيف تتعرف هادا اول شي بعرف الكلاس بعطيها الاسم بقلب الكلاس هون الانتنتيشن فيها غلط اه بقلب بقلب الكلاس بعرف ما هي لنا هي ديه فونكشن مثل ما انا بكل فونكشن بقلب الكلاس بقلب البلوك طبعا الكلاس كل فونكشن لازم تكون عندها البراميتر اللي هو السلف اوكي فيها تكون سلف لحالة هلاء هون عطينا ارجومنت تاني اللي اسمه نيم هادا شو قصته هادا هادا لما كنا عم بعرف الابجيكت اه لما كنا عم بعمل اوبجيكت اوف اوف زيس كلاس اه بكون عم ببعث له نيم بدي يعني بدي بشكل طلقائي انه هادا النايم يصير واحد من الاتريبيوتس لهادا الكلاس اوكي فشو بجي بعمل عرفنا الفونكشن بقول سلف دوت نيم سلف شو قلنا هي كل شي عم بيضل على الكلاس بحد زيتا سلف دوت نيم هون كأنه انا عرفت فاريوبل خاصة بهدي الكلاس اسمه نيم وعطيتها الفاليو اللي هي نيم اللي بيعطها هون هادا السلف دوت نيم غير هادا النايم صح نفس التسمية بس هني كل واحدة صرت فاليو تانية بس رح ياخدوا نفس الفاليو اوكي تسمية غير نفس التسمية هون مسئبين فينا نعملون تسمية تانية لعنى احنا مش منا قزمة بس رح ياخدوا نفس الفاليو بس هني كفاريوبل هني كل واحدة شكل هادا السلف دوت نيم هي اطريبيوت خاصة بقلب الكلاس هادي النايم هي براميتر انا بعطته لما عرفت الكلاس لحتى حتى اعمل اعطي هادي الفاليو لالاتريبيوت الموجودة بقلب الكلاس شو بتفيدني هادا هلق من بعد ما عرفت الكلاس وحطيت فيها اه اه متود اسمها سيها هاي متل ما قلنا السلف لازم تكون موجودة بقلب السيها هاشو بتعمل بتعمل هلو ماينام اس سلف دوت نيم هاد السلف دوت نيم اللي قلنا شو هي هي الاتريبيوت اللي خاصة بالكلاس مش هادا النايم هاد ما عاش فينا اعمل الاكسس عليها اصلا على كل الاحوال هان بي ايقوال برسن نيخ كيل ما بعرف شو هي هادا هان عرق عملت اوبجيكت اوف طايب برسن بي ايقوال برسن يعني عرفت اوبجيكت جديد هو اوف طايب برسن هان تبقوا شو عملت بان البارانتازيس بعضت ارجمنت ليش ارجمنت لانه هو متوقع مني سبب هادا الفنكشن ما توقع مني بعطلو ارجمنت لي نيم هون بعطو كا سترينج اوكي فاخدو اخدو هون اخد هادا الفاليو وعمل اعطا هادا الفاليو نيك خيل نيك خيل اعطاها للاتريبيوت اللي هو خاص في اللي اسمه نيم اوكي هون يعني هو لما عم بيعمل عم بيعطي هادا الفاليو لهادا الفاليو ليش لانه نيم هي نيكيل اوكي رجع من خلال الابجيكت عيط لل الفنكشن للمتود اللي هي ساي هاي فالاوتوت شو رح يكون اا الاوتوتوت رح يكون هلو ماي نيم از نيكيل اوكي لاش لانه هادا الفنكشن تطبع كزا والسلف دوت نيم شو صارت الفاليو طبعتها هي هاي دي لانه بعتها كاتريبيوت كباراميتر لما عرفت الابجيكت وهو تلقائيا من خلال الاند فنكشن عم بيعطي هادا الفاليو للفاريبل للاتريبيوت اللي احنا صلنا نسميه الاتريبيوت اللي هي نيم كمان انا نسميه هادا ما اه ماشي. اوكي هادا طريقة تعريف الكلاس مع الانت فنكشن. انت فنكشن متل ما انه هي شغلته انا فيها ازا عندي اا ااتريبيوت معين بدي ايهان يتعرفوا بشكل طلقائي اول ما عرف هادا الكلاس بحطهم بقلب الانت هاودي طلقة اي Йم بياخدوا كل الـ الـ reallys الان رح يبعط لياهن